السلام عليكم تتبيعات الكريمات أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة مرحبا بكم على قناة شوات وجمال مع فايروزا إذا كنت أول مرة تشوفوا القناة لا تنسوا الاشتراك ودعط على الجرس لتوصلوا بأي جديد إن شاء الله وكما تشوفوا معي اليوم سنحضروا آيس كريم وغلاس بنكهة البستاج وخليكم معي من الأول حتى الآخر لتشوفوا طريقة تتحضير المكونات اللي سنحتاجون وبالنسبة المكونات اللي سنحتاجون إن شاء الله نصف لتر من الكريمة السائلة أنا هنا أخذت أولالا نقدرون ناخده لاموس جوج ياغورت بنكها ديال بستاج يكون بارد حتى أولالا تكون باردة وجوج معلق كبار ديال بنسلي كراميل وكيبقى اختياري نقدرون نديرو نقدرون من ديروش هنا تاتت المعلق كبار ديال بودرة للحليب وكذلك أخذت بستاج كل واحد ياخد الكيمية اللي بغاء سننقيها ونرمشها واخذت هاد القطاع ديال الشوكولات بها الطريقة هذي وحتى هو كيبقى اختياري كل واحد الدوق دياله شنو نديرو من داخل شنو عنكم تواجد في الدار هنا كذلك خذت الملوين بهاد اللون هذا غادي ناخد القليل يعني راس معلقة منه ان شاء الله وانك هادي البستاج ها هي غادي ناخد راس معلقة او لا اكتر بالقليل وغادي نبدو ان شاء الله كنا اخدو هاد نصف الليتر ديال الكريمة السائلة وخصة تكون برده بزي 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 باش كتساعدنا في الخدمة وكتطلع معانا كنزيدو ليها تلات المعلقة كبار ديال الحليب بودرة يعني غبرة وغادي نبدو نطربو فهاد الكريمة هادي حتى كتطلع صراحة هاد الجلاس هاداكي جيمزي وانو مختلف على الجلاس اللي عملت معاكم في القناة غاديجا عملت الجلاس بنكها ديال النوغا والفانيلا وعملت معاكم الشوكولاتة هو غادي جبره في القناة وان شاء الله هنحطهم في صندق الوصف من بعد كما كتشوفو وبدت كتطلع معانا الكريمة بهاد الشكل هادا بهاد القوان هنزيدو نخدموها غادي نزيدو ليها جوج معلقة ديال نسلي كراميل وكيبقى اختياري تقدرو زيدو نكها اللي بغيتو ما بغيتوش كاتعملو غين نكها ديال البستاش أنا هنا كنبغي نهرس داك المدق بشوية ديال كيجي ملونجي ما بين الكراميل و البستاش وغادي نرجع نطرب هاد الشكل هادا باش كان ملونجي كل شي مع بعضو ودائما كيما كان نقول لكم كنعطيكم ايطاب بار ايطاب ما كان بغيش نزرب باش يكون يعني كل شي واضح وحتى انتو ما تجربوه وما تعكزوش عليه ودابا غادي نزيدو جياغورت ديال بستاش كدلك نكها ديالو ودك دانون اللي كيكون ماشي سائل كيكون واقف هكا كيما كتشوفو ونرجعو ونطربو كنزيدو نطربو باش كنحصلو للقاوام اللي بغينا كيما كتشوفو باقي الكريمة سائلة واحد شوية وهي كتطلع معانا وإحنا كنختمو كيما كتشوفو هالقاوام اللي كيولي من بعد ما حصلنا على هاد القاوام كنزيدو النكرة ديال بستاش كيما شوفتو عملت راز المعلقة حيث هاد انكها كتكون قصحة وإياكم تعملو بزاف المرة الليولية ديرو شتيتو راس المعلقة وكتملانجيو مزيان مع الكريمة ومن بعد كتدوقوها إلا كان ما زال خستكم عاد كتزيدو كيما كتشوفو اللون كيولي لون يعني بستاجي كيما كنقولو إذا شوفتو اللون ما كفاكم شمعجبك يعني باقي خستكم اللون والمادق هو هادك كيما كتشوفو انا الملوين حدايا غادي نزيد من بعد يعني إلا كان المادق ديال هاد القلص هادا صفي هو هادك ما نزيدش لوغو ديال بستاش غادي نزيد غير الملوين هادي باش ديرها ببلكم وإياكم تعملو لوغو بزاف على حسب اللون كينا الملوين اللي كان ديرو حتى هو القليل منه هنا كان ملانجيو دارو رد دقو من بعد ملت ملانجيو أنا هنا غادي نزيد واحد شوية ملد وقت جبارت راسي باقي شوية غادي قطيرة يعني غادي ديرو راس مع القلص وددقو وشوفو اش حال عمل ديال ملوين كذلك ردو البال في هاد الاتاب هادي واللون عاود انتو ما كتشوفو واش خستكم غامق بزاف وش داك بستاجين برد مهم انتو ما عينكم ميزانكم في هاد الاتاب هادي اي نكهة كي ما بغا تكون ركا تكون عقدة يعني خستن عملو غاي شتيتو منا صافي وكان ملونجيب هاد طريقة هادي وكان خدمه من الاسفل الفوق باش تبقى على القوام دياله هنه غادي نزيد شوية دياله الملوين وغادي ملونجي كل شي مع بعضه كي ما كتشوفو اللون اللي حصل تالي عجبني انا هاد اللون صافي غادي نزيد غادي ملونجي ونكتفى ب هاد اللون هادا يعني داك بستاجين بارد كي جيمزي ونحليله في الشوفه انا دايمان كان كان بغي الحاجة يعني كنشوفها بالعين وفي الماداق وده باغزلت يعني هد هيد حبيبات الشوكولاد اللي كيبقى اختيار يدرو اي شوكولاد بغيتو مابغيتوش ديرو شوكولاد بغيتو اديرو غاية المكسرات يعني زيدوا اللوز القرقاء الزبيب البستاج اللي عندكم كوكو حمرو وقرمشو يعني يكون على قطع صغيرة وزيدو فيه يعني باش ما اللي كانكونو كاناكلو ما كاناكلوش غالا كريم بوحتيتا وغادي نزيد هالبستاج هادا نقيتو هارمشتو بهالطريقة هادي غادي نرجع الميرانجة من الاسفل الفوق وكنشوم يعني مدقة ديال البستاج مزيون مزيون نستمر بها الطريقة شو كيفاش يجي القوام ديالو اللون وولا كريم يعني كيفاش كتجي هنا خديت هاد المول ديال الكيكا فيه غادي نعدل بغيت نبدل يعني كل مره عمتلكم مول في شكل اولا تديروها غيف تشو بينا وتشدو لها ومن اللي من اللي توجد كتقدموها يفكيسان يدي مخصف تبسلات كل واحده على الشكل يبغى غادي نخليها في المتلج خمسة سويا او اكتر انا غادي نخليها للكاملة ده بالاشي عملتا يعني حتى الصباح ونجب ده ان شاء الله غادي نستمر نعوطة ونغطيها بسلوفان ويمكن قد هاد شي غادي ناخد سلوفان غطيها مزيان من ريحة ديال المتلج تعملوها في اي حاجة بغيتو تعكس لي ومن بعد خمس ساعات او اكتر كي كون تلج غادي نديرو في طبق تسقدين باش غادي نزينو غادي نحايدلوها تسلوفان وكي ما كتشي فوق زلتي كي جي لها تشكل هادا يمكن اكتفو بها كي يمكن نزينو انا غادي نزينو بالكراميل واللوز ونزينه على هات الطريقة بالكرامل ونقدرون نزينه بأي حاجة بغينا غادي نزيد له اللوز ايفيلي بهات الطريقة كما قلت لكم كنزينه باش ما بغينا مقدرون منزينه شو ديجا فيه بستاج من داخل وفيه قطع ديال الشوكولة وغادي نقطع مرصو منه باش شوفو كيفاش كيجي صراحة هائخ المدق كما كتشوفو غزالاتي قطعت مرصو منه كيجي على هات الطريقة هدي انا على فكرة بيتو وجدتو فلاشية وبيدتو ليلة كاملة يعني تلاغ عدده في الصباح نقدرون نخلي وايا خمسة تسواية وحتى هاد لوغو ديالكرامل كيهرس ديك هادية البستاج صراحة كيجي غزال مواتهم بجوجو بنين 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 كنتمنكم جاربو حتى نتو موترو الدولية الخبار وخليتكم وصفات اخرى ان شاء الله وكان حماق لكم تنسون في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة